مأزق اخر مأزق تعريف الارض المحتلة هذا مأزق كبير ايضا يردد كل العرب تقريبا كلمة اسرائيل دولة محتلة وكلمة الاراضي المحتلة بدون تحديد اي ارض محتلة واي احتلال واي مساحات محتلة في عام 47 كما قلت رفضوا قرار التقسيم كانت كل المنطقة دي كلها 26 الف كيلو متر مربع الامم المتحدة قدت 15 الف كيلو لليهود وسموها دولة يهودية عشان بيقولوا يهودية الدولة بيعترضوا الامم المتحدة قالت دولة يهودية و15 الف كيلو دولة للعرب ودي 26 الف كيلو رفضوها رفضوها واعلنوا الحرب على اسرائيل في سنة 48 في سنة 67 رفض جمال عبد الناصر اساسا اي شيء يتعلق بان لازم يرمي اسرائيل كلها في البحر وقطع حاصر طرد قوات الامم المتحدة واغلق مضيك تيران امام الملاحة الاسرائيلي حبس اسرائيل فده اعلان حرب وخسر الحرب كما خسرها في 56 و48 و67 في عام 2000 في عام 2000 ودي مهمة جدا في مباحثات كان بديفتو ودي من اهم المباحثات واهم الفرص اللي اتعرضت للفلسطينيين اهم الفرص اهم الفرص وكان حزب العمل كان يهود براك وكان قادر على عاوز يخلص من الموضوع ويعمل سلام وكلنتم كان عاوز يدخل التاريخ بانه عمل سلام زي كارتر وعرضوا على الفلسطينيين 91% من رامالله و100% من غزة وكمان المسجد الاقصى اداهم قال لهم نديكم تسيادة على المسجد الاقصى من فوق ولكن تاريخيا تبقى الارض اللي تحته لليهود لان ده قدس اقدس اليهود فبالتالي رفض عرفات هذا ورفض بعد ذلك وبحجة ان شارون اكتاح المسجد الاقصى او زار المسجد الاقصى فجروا انتفاضة الاقصى تعريف الاراضي المحتلة في الفكر الدولي هي مساحات صغيرة قابلة للتفاوض يعني المساحات دي موجودة في ايه؟ موجودة في رامالله وفي القدس الشرقية هي دي هو دي تعريف الارض المحتلة في القانون الدولي علشان كده بيسموها في الناس ان دي نزاع على ارض مش ارض محتلة بمعنى ارض محتلة فيه نزاع على تفسير قرارات مجلس الامر وفيه نزاع على اي مساحات محتلة ومش اي مساحات محتلة والمنطقة محل النقاش هي رامالله والقدس الشرقية اما العرب فشايفين ان كل اسرائيل كل اسرائيل هي بتاعتهم وان الارض المحتلة يعني انهاء اسرائيل من الوجود وان هي مسألة نزاع على الوجود وده لا يوجد احد في العالم يقبل هذا المنطق العرب الاسلامي لمعنى الاحتلال ده مقزك اخر كبير ان يعرف يعني ايه ارض محتلة تعريفك للارض المحتلة يختلف عن تعريف العالم لها تعريفين مختلفين تماما رؤيتك اللي بتنشرها عن الارض المحتلة ان فلسطين من البحر للنهر هذا لا يقبله احد في العالم وغير موجود في القانون الدولي وغير موجود في قرارات الامم المتحدة غير موجود في اي شيء الا في ذهنك وفي اعلامك وفي المصطلحات اللي بترددها على شعوبك تعريف خطير لازم تعرف يعني ايه ارض محتلة ولازم تعرف ان المشكلة هي نزاع على ارض وعلى مساحات محددة فقط في الارض حماس لما هجمت هجمت على اراضي المستوطنات الاسرائيلية دي معمولة من سنة 1946 يعني ارض اسرائيلية معترف بها من الجمعية العامة للامم المتحدة يعني هي هجبت على ارض اسرائيلية وليست ارض محتلة سنة 1967 ارض كرة موجودة من سنة 1946 يهودية تالي علشان هم شايفين ان فكرة الاحتلال ان لازم يتردوا اليهود من كل هذه المنطقة هذا منطق لا يقبله انسان في العالم في العالم كله اشتركوا في القناة